أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون النموذجي بين الجانبين في شدة المجالات جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لوزير الخارجات الصينية تشين جانجا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وجه رئيس السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي التابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد شين جانجا وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير لياو ليتشيانجا السفير الصيني بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر طالبا سيادته نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينج ومؤكدا حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشاركة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ذل المسار الممتد من التعاون والتنصيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات فضلا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية من جانبه نقل وزير الخارجية الصيني إلى سيد الرئيس تحيات رئيس شين جين بينج معربا عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت ومشيرا إلى ما تكونه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظلي دورها المحوري كراكزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقرة الإفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للسيد الرئيس مع التأكيد على سباة دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض لأفاق تعزيز أوجه التعاون السنائي بين البلدين حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق كما حرس وزير الخارجية الصينية على الاستماع إلى تقديرات السيد الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر السابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها وقد وجه السيد الرئيس في هذا السيق بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والسابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً كما وجه السيد الرئيس بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما تعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنبية إلى جانب المهن الحرفية أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضح جازي استعرض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة خاصة دعم الكوادر البشرية من المعلمين وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم وتأهيل مدري المدارس فضلا عن تطوير المناهك في المراحل الدراسية المختلفة كما عرض سيد وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لتطوير منظومة المدارس وإنشاء مدارس جديدة على مستوى الجمهورية خاصة سلسلة مدارس مصر المتميزة التي تعمل بنظام اليوم الكامل إلى جانب المدارس الرسمية الدولية IPS وعددها 20 على مستوى المحافظات وكذلك مدارس النيل وخطط الوزارة لتسويق شهداتها داخليا وخارجيا بالتنصيق مع الهيئات الأكاديمية العالمية المتخصصة في منح الاعتمادات ذات الصلة التي ستقوم بدورها بتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهذه المدارس فضلا عن المدارس المصرية اليابانية وإنشاء المزيد منها وفقا لمعايير الاعتماد اليابانية التي تقوم على تقديم التعليم متكامل الجوانب تاكاتسو بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمساهمة في تقديم تعليم فني راق ومتطور ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل للسروة البشرية التي تزخر بها مصر وكذلك يفتح مجالات العمل الخارجية أمام الخريجين المتميزين من تلك المدارس واطلع السيد الرئيس كذلك على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع كل من مدريات التربية والتعليم المختلفة وكذا مبادرت حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري حيث وجه سيادته بقيام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات